اوستام المندلسي كرة طويلة ناحية المواجمين رعسية في المرة الاولى عارض لي سلامة كرة طويلة ناحية الشيئ شيئ وروما عامر التورغي في تنفيذ الركنية عامر عرضية داخل ما نتقى الجزاب هين الرؤوس الرعسية التلميلياتي في المرة الاولى نانين هو اللعب البرزيلي في سبب بريق النصر هجمال لازارة متواصلة داخل ما نتقى الجزاب طريقة الشيئة عارضي ناحية الشيئة يبعث عن اللاعب تبعد من ساهو في المرة الاولى لازارة عند المكسي يفكر في الدقائق القادمة لديه الاوراق الشلمان يشير مواصلة اللاعب مؤيد القمودي تمرير ناحية فقر الدين العمدوني مؤيد القمودي صاحب الدخل الاخير تعود الكستا على 14 ينتلق كرة طويلة يغير مبدأ اللاعب ناحية طارق بشارة طارق بشارة لمؤيد القمودي عرضية داخل ما نتقى الجزاب ولكن اقرب اقرب وسهلة ستكون على شكل الرقل الرقنية يجيد مراد زهو لعبة الجنبية طويلة داخل ما نتقى الجزاب تنفذ الجنبية من مراد زهو لعبة الجزاب سيا الهدف الاول هدف الاول هدف اول والموقع المدفع الشامل اجنف يحرز الهدف الاول المشاهدين الكرام لمصلحة الاولمبي شامل اجنف زهو الجانبية على الشكل الرقل الرقلية والمباغثة لكل المدافعين حتى من الخلف الجانبية ربما هناك فار مشاهدين الكرام وربما هناك اشارة من الفار من الحاكم الدولي الحاكمين حاكم الفار الاول عبد الواحد احرويته والتاني محمد الزروق لاشارة لها احمر الشلماني سيكون هدف ربما هدف هدف اول الولمبي يتقدم على النصر والموقع هشام الاجنف تعود لكم لمصلحة النصر عن طريق علي سلامة كرة طويلة طبع من الاجنف مرة الاولى عارض مالك الميلادي مالك كرة طويلة داخل منطقة الجزاء عاكس مشرية اللاعب خارد مجدي يرفع الكرة عارضية داخل منطقة الجزاء خارد مجدي رأسية من علي سلامة الولمبي يبعث للأوراق ويتختلط أوراق هذا السوداسي الدور الثاني من دورنا الممتازة مامنا هدف اللقاء الوحيد زهو عرضية داخل منطقة الجزاء لاحظة مامنا تكتل جل مدفعي فريق النصر واليتواشد عارض على عيبين من اللاعبين فريق الولمبي تكت من خارد مجدي تعود لمصلحة الولمبي من جديد عن طريق هشام الاجنف مصطفى المنير مصطفى شمس الدين الصمتي مصطفى المنير يدخل داخل منطقة الجزاء مصطفى المنير مصطفى المنير يتوقل ولكن تبعد من أصيل المقصبي تأخرت يا مصطفى المنير تمرير ناحية خارد مجدي خالد خارد كرة طويلة ناحية عيماد اللواتي براسية إلى خارجة الملعب دم اليسرى في تنفيذ الركل الركنية عامر عارثية داخل منطقة الجزاء ناحية علي سلامة ولكن تبعد من البرعصي خارد مجدي في تنفيذ الخطأ خارد مجدي حيتصد مكون من أربع لعبين من جانب لعبي فريق الولمبي في اللقاء من جديد خارد مجدي خارد عارثية داخل منطقة الجزاء عادة تزديد الكرة من السيانو السيان يسدد ويتعلق يتعلق السامل من دلسي في دقيقة شوة ثانية أمامنا لعادة تدخل من أجنف ومن ثم سدد السيانة والموكسي السيان بالفعل السيانة الواحدة عشرين يمر ناحية ليسيانو لسيانو يمر لخارد مجدي خارد مجدي خارد مجدي تدخل على خارد مجدي وخطأ خطأ للنصر يأتي على يمين وسامل من دلسي وسامل من دلسي على يمين وسامل من دلسي أمامنا خارد مجدي لسيانو لنينهو في تنفيذ الخطأ لسيانو تمرير قصيرة ناحية خارد مجدي خارد مجدي أين هذه الكرة يا خالد من يتفوق يتفوق المعصم المعصم المحمودي يتقدم عارثية من معصم المحمودي ولكن سهلة كرة طويلة من علي سلامة داخل منطقة الجزاء عن طريق عامر التورغي تربك داخل منطقة الجزاء رأسية في مرة الأولى والمقصية المقصية من خارد مجدي إلى خارج رضيط المرعب إلى خارج رضيط المرعب إلى ركلة مرمى ركلة مرمى قد تاربع دقائق تبقى ثلاثة دقائق من الوقت البديل المقدر بسبع دقائق مشاهدين الكرام مشاهد قناة تالي برياضية دائما مليقات الفريقين نانينهو نانينهو عارثية داخل منطقة الجزاء طبعا من مندلسي في مرة الأولى عادث من المعطس المحمودي وفي هذه لاونا مشاهدين الكرام أحمد الشلماني يطلق عن صافرة النهاية نهاية الجولة الثالثة من ستاسي تتويج بتفوق ابناء الزاوية فريق الأولمبي على النصر بهدف دون المقابل هدف هشام الأجنف فالدقيقة الخامسة والسيطة